هنشوف الاتصال الاتصال يا اخوانا من احد اهم الميزات الموجودة في لوسيد اير وسائل اتصال بحيث تمثل التكنولوجيا المتطورة داخل السيارة لوسيد اير تمام قمة التطور تمام من اول من انت تمام بتفتح فيها تطبيق لوسيد اير التجربة بتكون عالية جدا وممتازة جدا زي ما قلنا في شاشة 34 بوصة بدقة 5K شاشة قيادة زجاجية 34 بوصة شاشة قيادة زجاجية 34 بوصة بدقة 5K في عندك لمستخدمين قبل في الكسا تمام تقدر تنده على الكسا وتعمل كل الاوامر صوتيا في عندك 21 سماعة نظام بيسموها السورة الساوند اللي هو النظام الغامر وبيبقى اوامر اتصال اخرى خاصة بالكسا يبقى احنا هنا نتكلم عن الاتصال او وسائل التكنولوجيا الموجودة داخل السيارات تعال نشوف ميزات الاتصال في السيارة اللوسيد اير طبعا الميزة الخطيرة في اللوسيد اير تمام ان يبقى عندك تكنولوجيا وسهلة وبسيطة في الاستخدام والاستعمال بالتالي يقدر اي حد يستعملها وانا اقدر تحكم في السيارة بواسطة الاوامر الصوتية من الاكسا او من خلال شاشة العرض او من خلال وسائل التحكم المختلفة طبعا نازل مع السيارة ابل كار بلاي ده بيبقى ستاندرد معاها تمام طبعا في الايفون انا بستخدم في لوسيد اير تمام بستخدم برنامج الابل كار بلاي عشان اقدر اجيب رسائل نصية واستمتع بالموسيقى وكمان اقدر استمتع بتفعيل سيري كار بلاي تمام وبالتالي انا اقدر اعمل من خلال الخاص بابل كار بلاي تمام هنا لو احنا شفنا تمام انا اقدر احط كل بتاعي بتاع الموبايل او التليفون بتاعي تمام من خلال الشاشة اللي عليمين في اربع شاشات زي ما قلنا تلاقي هنا فون وميوزيك وماب وماسيج والكالندر والبرنامج بتاعنا تمام انت دايما بتبدأ من خلال تطبيق لوسيد لوسيد اير لو انت شايف ادي اسم الابليكيشن طبعا في الاول بيبقى فيه ترحيب حار بيك ويه السيارة بتبدأ تعمل كونيكشن او اتصال من خلال الموبايل او التواصل من خلال الابليكيشن او التطبيق الفتحات بتاعة الابواب اخوان اول ما بتقفل السيارة بتدخل اليد او المقبض بتاع السيارة عشان يبقى فيه انسابية فيه الحركة مع جسم السيارة زي ما انت شايف كده تمام فيه شاشات كتير جدا بتبقى موجودة اربع شاشات تمام الجزء بقى المتطور اللي بيساعد السيارة زي ما قلنا انت احفظ اسمه ده بيساعدك في التحكم في السيارة بصفة عامة والنظام الصوتي اللي اسمه غامر تمام وبيسموه سيرل ساوند مزود ده بواحد وعشرين مكبر صوت عشان يديلك اعلى درجات نقاء الصوت في السيارة واعلى درجات التحكم في السيارة طبعا المقصورة زي ما انت شايف كده انت فعلا نراكب طيارة تمام فيها كل وسائل الترفيه اربع شاشات تمام فيها شاشة القيادة الزجاجية تمام اقدر اعمل كنترول كامل على السيارة لو انا ضغطت مثلا هنا اخواننا اهو على يسار مقصورة توجد عناصر التحكم تعمل باللمس من نجل التحكم في وظائف لوسة اير الاساسية مثل الاضاءة والمساحات والاخفال يعني هنا في الشاشة اللي على اليسار دي اهو الشاشة دي اقدر اتحكم في الاضاءة والمساحات والاقفال تمام طيب لو انا ضغطت هنا كده شاشة العرض المركزية اللي في النص دي تمام للمقصورة فيها معلومات القيادة الاساسية مثلها زي ايه السرعة حالة الشحن وظائف لوسيد دريم درايف تمام النشطة ايه الوظائف اللي النشطة عندك على لوسيد دريم درايف المعلومات الخاصة بيه التوجيه خطوة بخطوة من خلال نظام او نظام الملاحة لو انا ضغطت هنا كده تمام هنا في توفر اه توربينات واشراطة اللمس الموجودة على عاجة القيادة تحكم سهل في اللوسيد درايف او اللوسيد ديم درايف والوسائط ان انا اقدر من خلال الديركسيون ابدأ اتحكم تمام فيه الشاشة اللي على اليميني بانت عندك شاشة الجانب الايصر شاشة في الوسط شاشة في الجانب الايمن تمام شاشة القيادة الزجيجية باللمس تحتوي على اه اه نظام الملاحة ممكن اعرض في الشاشة اللي هي على اليمين دي وفي الشاشة الكبيرة اللي هي تحت ال34 بوصة نظام صوتي والهاتف والموسيقى وكله واليكسا كله في الشاشة اليمين يبقى انت عندك شاشة يسار شاشة في النص شاشة على اليمين والتحكم في الديركسيون والشاشة الكبيرة اللي هي 34 بوصة اللي هي دي تتيح ازرار التحكم الهزازة والدوارة في التكييف والتحكم في المستويات الصوت والاجزاء اللي بيحصل فيها رولينج اقدر اتحكم فيها يا دولي. طبعا سيرا الساون ده اقدر انا اقدر اتحكم في اه زي ما قلنا في واحد وعشرين مكبر صوت اقدر اتحكم فيهم من خلال الشاشة اليمين. هنا بيوضح لي الشاشة الوسطية او الشاشة السوف لندان. انت لو تغط هنا تحت كده على الشاشة دي بتتلمي الشاشة دي تطلع تدخل كده جوه السيارة بعد كده تطلع تطلع بحيس تدي لك مساحة تخزينية كبيرة تحت الشاشة. الشاشة دي 34 بوصة زي ما قلنا 5k 5k مهم جدا. طبعا لازم كل شوية بتدخل عندك برامج تدخل عندك حاجات جديدة فانت لازم تعمل عشان تقدر تستكشف هذا التصميم. يبا احنا اشتغلنا على التصميم والاداء واشتغلنا دلوقتي كمام على الاتصال. لو رجعنا الار تاني اهو هنرجع تاني 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 تصميم الاداء. تمام الاتصال.